من أهم التعديلات اللي صارت بالآيفون بعد تحديث iOS 18 هو أمكاني تغيير ألوان التطبيقات بالهوم سكرين اللي أي لون انتبه وعشان تفعلها اضغط ضغط المطول على أي مكان فاضي بالشاشة بعدين خيار التعديل بعدين تخصيص بعدين اضغط الخيار لعليسار وروح يكون عندك شريط الألوان تقدر تختار أي لون وروح يكون عندك بنفس الطريقة وبس والله فامنا الله وأخيرا بعد تحديث iOS 18 بأجلسة الآيفون صار تقدر تحط فراغ بين التطبيقات اضغط ضغط المطول على أي برنامج رح يكون عندك إمكانية أنك تحطه بأي مكان بالشاشة بنفس الطريقة وبس والله فامنا الله وأخيرا بالآيفون ستقدر تقفل أي برنامج بالفيس اي دي أو برقم سري اضغط ضغط المطول على البرنامج بعدين رح يكون عندك خيار جديد اسم المطالبة ببصمة الوجه اضغط عليه والحين لو حاولت تفتح البرنامج مرة ثانية ما رح يفتح إلا ببصمة الوجه أو بالرقم السري أو بصمة الأصبع اضغط لايك وبس والله فامنا الله وهي أمكانية الإيقاف المؤقت للفيديوهات لما تصور أي فيديو رح يكون عندك تحت على يسار علامة الإيقاف تقلت الضغط عليها وتسوي إيقاف المؤقت للفيديو وبعدها تكمل ورح يكون كله في فيديو واحد وبس والله فامن الله من المميزات العجيبة بنظام S18 بالآيفون هي أمكانية تكبير التطبيقات وإزالة الاسم من تحت اضغط ضغط المطول على أي مكان فاضي بالشاشة بعدين خيار التعديل اللي فوق بعدين تخصيص رح يكون عنده خيار اسم كبير لو ضغطت عليه البرامج رح تكبر ورح يتم إزالة الاسم من تحت ورح تكون بنفس هالشكل العجيب من أهم المميزات اللي وصلت بالتحديث الجديد iOS 18 إمكانية تغيير الكاميرا والفلاش باللوكو سكرين اللي تحت اضغط ضغط المطول على اللوكو سكرين بعدين خيار التخصيص بعدين شاشة القفل رح يكون عندك الكاميرا والفلاش تقدر تضغط عليهم بعدين تحط أي برنامج من البرامج المتاحة بنفس الطريقة شرايكم بالميزة وبس والله فامن الله من المميزات الحلوة اللي وصلت بنظام iOS 18 بعد جلسة الآيفون إمكانية التحكم بعرض الإضاءة اللي طالعة بالفلاش لما تشغل الفلاش رح يكون عندك الانيميشن اللي فوق تقدر تتحكم بنفس الطريقة تتحكم قوة الإضاءة والعرض والطول وبنفس الطريقة العجيبة شرايكم لو حدث iOS 18 أكيد لحظ عندك بالآيفون تطبيق جديد باسم كلمات السر من خالها التطبيق رح تقر تعرف بباسوردات كل حساباتك وفاسوردات الواي فاي وحتى لو فيه كلمات السر تم تسريبه أول ما تشعل برنامج رح يكون عندك الصفحة فوق على اليمين رح يكون عندك خيار الكل في كل فاسوردات المواقع والبرامج وتحت رح يكون عندك خيار الأمن فيه كلمات السر اللي تم تسريبه وعليسار رح يكون عندك خيار الواي فاي لو ضغطت عليه رح يكون عندك كل شبكات الواي فاي اللي انشبكت عليها لو ضغطت على أي وحدة منهم رح يكون عندك كلمة السر وتحت رح يكون عنده خيار QR كود لو تبيت طبع QR كود الخاص بالشبكة وبس والله فامن الله ميزة من أقل مميزات اللي وصلت بتاريخ الآيفون وهي أمكانية التحكم بالآيفون فقط عن طريق عيونك ادخل أعدادات بعدين انزل تحت تسهيلات الاستخدام و رح يكون عنده خيار يديد اسمه تتبع العينين اضغط عليه وفعل خيار اللي فوق الحين الآيفون رح يطلع لك الدائرة رح يكون عندك بعض الخطوات انك تطالع الدائرة يمين يسار فوق تحت عشان بعدين الآيفون يقدر يعرف انت وين قاعدة تطالع والضغطة برمشة وبس والله فامن الله من أكبر الأشياء اللي تم تغييرها بالآيفون بعد تحديثها iOS 18 او ال Control Center تم عادة تصميمه بالكامل مثل ما تشفون وصار تقدر تسويه لتخصيص اضغط على اي مكان فاضي ضغطة مطولة وتحت رح يكون عنده خيار اضافة عنصر التحكم رح يكون عندك كثير من البرامج وكثير من الاختصارات والمطورين بعد رح يقدرون يضفون برامجهم الخاصة تقدر تضيف اي برنامج بنفس الطريقة وتقدر تكبر وتصغر ورح يكون عندك بعد اكثر من صفحة بال Control Center برنامج الآلة الحاسبة بتحديثها iOS 18 تغيير بالكامل والأول مرة صارت متوفرة بعد بالآيفاد اول ما تشعر برنامج رح يكون عندك بالوضع الطبيعي ولكن الخيار اللي تحت رح يكون فيه خيار التحويل لو ضغطت عليه تقدر تحول اي عملة الى اي عملة بدون اي تطبيقات خارجية ومتوفرة عملات كل دول العالم وخيار العلمية رح يكون عندك خيارات اكثر وبعد فيه خيارات تسمى الملاحظات الحسابية تقدر تضغط علامة القلم وتكتب اي شيء احيان مثلا ثلاثة زائد ثلاثة يساوي ومثل ما تشوفون طلع الحل ولو رجعت لصفحة رئيسية بالآلة الحاسبة وسحبك للمين او اللي يسارة لحسب لغة ايفونك رح يكون عندك كل سجل العمليات الحسابية بالآلة الحاسبة وبس والله كثير من المرات لما تدش على اي موقع يطلع لك بعض الاعلانات الغفيفة ولكن بتحديث اي اس اتين رح يكون في ميزة خطيرة انك تقدر تشيلهم لما تشوف اي اعلان باي موقع اضغط الثلاثة خطوط اللي فوق على اليمين رح يكون عنده خيار يديد اسمه اخفاء العناصر لمشاهدة الانتباه بعدين حدد على اي عنصر ضغطة مطولة بعدين اضغط على خيار الاخفاء ومثل ما تشوفون رح يختفي من الصفحة نهائيا وبس والله فامان الله